قديما نأقل بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وفي ذلك كناية عن استيعاب الدرس وعدم تكرار الأخطاء لكن ذلك ما لم يحدث مع طيران التحالف العربي الذي أخطأ مرتين وثلاثا وأربع حتى أصبح الفعل المضارع يخطأ حدثا مستمرا يرافق معظم طلعاته الجوية الخلاصة هنا أن الحديث عن الأخطاء المتكررة أصبح حدثا يوميا وهو ما يعني بحسب مراقبين عدم اكتراث بالدم اليمن المسفوك من جهة ومن جهة أخرى فإن الأمر قد يشير إلى خرق أو فشل استخباراتيا كلا الأمرين قاد طيران التحالف العربي بعيدا عن أهدافه وبدلا من حماية المدنيين صار العشرات منهم ضحايا لغاراته ذلك الحديث في المجمل أما في التفاصيل فإن نحو عشرين قتيلا من المدنيين العزل أستشهد جراء غارات لطيران التحالف غرب تعز في مديرية موزع القريبة من المخاء التي سبق وأن شهدت حوادث مماثلة في الفترة الماضية وأمام كل هذه الحوادث الدامية تبدو الحكومة اليمنية كما لو أنها أصمت آذانها وعصبت أعينها فهي لم تسمع ولم ترى أغلب تلك الحوادث فصمتت وحين نطقت خرجت بدعوى خافتة على لسان وزير حقوق الإنسان الذي دعا اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان للنظر في الحادثة الأخيرة وربما ذلك أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية بعد أن استجمعت رباطة جأشها ولكن في المقابل فإن هذه الحوادث خلفت موجة استهجان شعبي وفي أوساط المراقبين الذين استنكروا تكرار استهداف المدنيين لا تتوقف التبعات هنا فهناك من يرى بأن عدم الاكتراث واللمبالاة الحالية للتحالف العربي قد يدفع ثمنها باهظا فهناك من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية من يتتبع ويوثق ويطر الصد اشتركوا في القناة